وبهذا الصدد أوضح محافظ صالح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل أن الأعمال مستمرة في إعادة إعمار سوق بيجي والدوائر الحكومية آمن لنا أن تكون هذه بداية جيدة لإعماره وتطوير القضاء ودعا المحافظ المنظمات الدولية إلى الإسهام بإعمار بيجي موضوع تطوير السوق الرئيسي المركزي في البيجي العمل مستمر بوتيرة جيدة وأيضا أعمال تأهيل الدوائر بالقضاء أيضا العمل جيد ورح نستكمل البقية نتأمل أنه هذه تكون بداية جيدة لقضاء بيجي من خلالها ممكن أنه نتطور ويكون بتوازي مع عمل المجاري إن شاء الله نقدر أنه خلال هذا العمل ننطفرد صورة بأنه المنطقة أمينة وجاهزة للعمل وندعو من خلالها المنظمات الدولية ومن يريد أن يساهم في إعمار بيجي إلى إعمار بيجي